ترجمة نانسي قنقر 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 أخبرني غدا حتى أعطي التذكرة لشخص آخر إذا لم تستطع الخضور أمجد أكتب إيميل لحفلة عيد ميلاد من سفا ايدا سكيا أبدا سكرا أريد أن أ Guangace في مواقع أستمر 15 سنة dividى عن Nochرة سأبدأ بعض الأстраفات 08 ميلاد في م이다 سيكون سيكون أم ت大 Mc Mcي plein المنا testosterone سيكون سيكون موسيق census سيكون سيكون and dance at the end of the party we are going to get out to garden to play and have some sweet if you want to bring your small sister because there will be a funny clown and something to children see you soon من صفة إلى سهة عزيزة سهة كيف حالك عمر الآن 15 سنة سأدع بعض الأصدقاء في حفلة عيد ميلاد الأسبوع المقبل سيبدأ في الساعة ثمانية مساء يوم الجمعة في منزلي ستكون حفلة عيد ميلاد رائعة ستكون هناك بعض المعدات الموسيقية التي سنعزف عليها حتى نتمكن من الغناء والرقص في نهاية الحفلة سنخرج إلى الحديقة لنلعب ونستمتع ببعض الحلوى إذا كنت تريدين إحضار أختك الصغيرة لأنه سيكون هناك مهرج مضحك وبعض الأشياء للأطفال أراك قريبا صفة أكتب عن الحياة البرية في العراق الأكتب عن الحياة نسيتم مخ 44 clara في حفلة عرق ترجمة نانسي قنقر نوع الحياة البرية يمكننا أن نجد حياة برية غنية في الفاور يمكننا أن نرى الطيور المهاجرة تأتي إلى العراق كل عام بما في ذلك طيور النحام والبجع ومالك الحزين طائر الفلامنجو هو طائر طويل الأرجل وكذلك طويل العنق إنها واحدة من الطيور الشهيرة في جنوب العراق في الصيف توجد حياة برية رائعة انخفض عدد طيور الفلامنجو لأن الناس بدأوا في صيد هذه الطيور عندما رأينا تقريرا عن هذه المدينة في المدرسة اعتقدنا أن الحكومة يجب أن تفعل أشياء كثيرة لإنقاذ هذه الطيور الجميلة تقريرا عن حياة طيور الفواصل أعتقد أن حياة صادقة حياة طيور الحجي كنت تعيش في العراق ، موسول في 1990 أتعني في موسول مع أبنه و معظم أبنه عندما كانت قلقة في أبنه أحبب و أعببا حياة مع أشياء في مجموعة I remember my team, in a local team. When I was 6 years old, I joined primary school. I was excited to be a pupil. I met new friends such as Zaid and Amjid. I like English subject because I used to watch English cartoon. In intermediate school, I felt confusion first because I didn't know anyone but later that I felt happy when I met my old friends. I was enjoyed on holiday when I went on a picnic with friends. Outside school, I used to play football with my local team. In preparatory school, I felt anxious because it's a new step in my life and I have to do my best for it. I think that I will go to the university because I want to complete my higher study. موسيقى ولدت في العراق الموصل عام 1990. أعيش في الموصل مع والدي وأمي وشقيقي الأصغري. عندما كنت طفلاً كنت أحب لعب كرة القدم وكنت ألعب مع أصدقائي في الساحة. أتذكر فريقي إنه فريق محلي. عندما كنت في السادسة من عمري. التحقت بالمدرسة الارتدائية لقد كنت متحمساً لكوني تلميذاً. قابلت أصدقاء جدد مثل زيد وأمجد. أحب مادة اللغة الإنجليزية لأنني كنت أشاهد الرسوم المتحركة الإنجليزية في المدرسة المتوسطة. شعرت بالارتباك أولاً لأنني لم أكن أعرف أحداً. لكن فيما بعد شعرت بالسعادة عندما التقيت بأصدقائي القدامى. لقد استمتعت بالعطلة عندما ذهبت في نسهة مع الأصدقائي خارج المدرسة. كنت ألعب كرة القدم مع فريقي المحلي. في المدرسة الإعدادية شعرت بالقلق لأنها خطوة جديدة في حياتي ويجب أن أكذل قصار جهدي من أجلها. أعتقد أنني سألتحك بالجامعة لأنني أرغب في إكمال دراسة العليا. أكتب حول برنامج تلفزيوني. أعلم أنني أرغب في مدرسة مع أمي و أعزائي. أقلقاً لأنني أرغب في إليفاتي ويجب أن تتعلم. أعلم أنني أرغب في إليفاتي ويجب أن تتعلم. كان هناك كاميرامان فيلما ومتحدث مع الكاميرا عندما أحد الأليفانين اضعوا الواء في الواء الكاميرامان ومتحدثوا جميلة الليلة الماضية شاهدت برنامجا جيدا مع والدي وأمي وشقيقي الأصغري لقد كان برنامجا مثيرا للاهتمام حقا عن الأفيال وكان مضحكا جدا كان هناك بعض الأفيال بجوار المسبح وكانوا عطشا جدا كان هناك مصور يصور ومراسل يتحدث إلى الكاميرا عندما قام أحد الأفيال بنف الماء في الهواء بلل المصور والمراسل بشدة اكتب عن بلد جميعا لا يوجد الكاميرا ولكنه يوجد الكاميرا الإنسان هو مهم جدًا جميعا ينزل بجوارات ومتحدث مع الهواء المنزل ينزل برنامجا ومتحدث كاميرا ينزل بجوار المنزل يمكنهم أن ترى المنزلين ومتحدث برنامجا يمكنهم أيضا أن ترى المنزلين في مجرد المنزلين في جيبان، يمكننا أن نجد الكاميرا ينزل بجوارات ومتحدث اليابان ليست دولة كبيرة جدًا لكن عدد سكانها كبير الصناعة مهمة جدًا اليابان تصنع السيارات وأجهزة الكمبيوتر ينزل بجوارات وجميع أنواع الأشياء للمنزل يزرع المزارعون الأرزة والخضروات إنه بلد ممتع للزائرين يمكنهم رؤية المعابد القديمة والحدائق الجميلة يمكنهم أيضا التهاب للتسوق في المتاجر الحديثة الكبيرة في اليابان يمكننا أن نجد طعاما غريبا ولذيذا أكتب عن حدث بسيط كيف حدث لك؟ قررت الأسبوع الماضي الذهاب مع أصدقائي لقضاء يوم رأس السنة الجديدة في أربيل في طريقي كانت السماء تمتر بغزارة وتعرضت إحدى طبقات سيارتي لثقب لذلك مكثنا ساعتين لتغييره وصلنا إلى أربيل في منتصف الليل لذلك ذهبنا مباشرة إلى الفندق للنوم أكتب قصة خيالية بناء على شيء قرأته أو شاهدته على التلفاز قصة خيالية قصة خيالية قصة خيالية قصة الخيالية قصة خيالية The lion didn't believe the mouse at all. Later, a few hunters captured the lion and tied him on a tree. The mouse passed by and saw him. He ran up to and released him. The little mouse was very happy to help the lion. The lion was very happy to help the lion. The lion was very happy to help the lion.